السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت منكم تكونوا في احسن الاحوال ويلقاكم هادلا فيديو في صحة جيدة اقتراح اليوم 3 مملحات اولا فطائر اكيد غدي نفعوك خصوصا في هذا رمضان كيجيوا رائعين شهوة منهم محال تستغني عليهم الى جربتهم غدي نشارك معكم المقادير وطريقة التحضير وغندزون المملح الاولى ليه هاد الفطائر اللي بدون اغتمار غنحتاج في الحشوة بصلة مشلدة خيز زمح كوك وكذلك الفلفلة اللي مقطعة ممكن تديروا اي خضر متوفرة عندكم هادك حشوة مقترحة فقط غدي ندير هنا ربع كاز ديال الزيت غنضيف معاه شوية ديال الملحة شوية ديال العطرية ديال الكفتة وكذلك شوية ديال البزار شوية ديال السكينجبير وشوية ديال هاد البابريكا او اللط حميرة بودرة توم غنخلي لكم الرابط ديال الوصفة ديال بودرة توم في اول تعليق وكذلك في صندوق الوصف غنخلي هاد الموكوينة كلهم يتشحروا غنضيف هنا الكفتة مقدرت هنا ديال لادان ممكن تديروا اي وحدة متوفرة عندكم سوى ديال الدجاج او اللي ديال الحمل اللي متوفرة عندكم خلو هادل حشوة تنشف مزيان مزيان وخلوها حتى كتبرد بالنسبة للعاجين غنحتاج ربعات الكووز ديال طقيق الابيض قبصة ديال ملح صاشية ديال الخميرة ديال الحلوة ملعقة صغيرة ديال السكر باش يخطأ يتحمروا لينا كاس ونصف تقريبا اللي غنحتاجوا ديال الحليب غنبسس المكوينة كلهم في الاول حتى كيترملهم زيان ومن بعد غنضيف كاس ونصف ديال الحليب غنضيف الكاس الاول في الاول ومن بعد غنضيف من الكاس تاني تدريجيا غنكون عاجين ما يكونش قاصح وما يكونش كذلك خفيف بزاف غنقسمها مباشرة غنخدم بها نهائيا هي اصلا ما فياش خميرة وما غنحتاجش نهائيا تختامر غنشكلهم كويرات ومن بعد غنخليهم غير يرتاحوا واحد شوية بالليبر داتلي الحشوة وغنبدأ كنشكلهم غنصرحهم هنا بشوية ديال الزيت غير واحد شوية هم انا ما كيلتاسقوا متاشي حاجة غنصرحهم زيان باش نفرق هاد الحشوة على العدد ديال الكويرات اللي عندي من بعد ما قسمت الحشوة على العدد ديال الكويرات غنبدأ كنشكلهم على شكل متلت كنسدوهم مزيان مزيان صافي وقادوها وحطوها في الصفيحة ديال الفرن من اللي احسن كونوا نفرشي لورق الزبدة او لا الى كانت ما كتلسقش لكم غير دهنوها بشوية ديال الزيت وحطوهم في الطاوانيشان فهاد الادناء راه الفران سخون مزيان مزيان غن دهنهم بصفار ديال البيض اللي مخلط يا اما مع السوسسوجة او اللي قطرات ديال الخل او اللي الحاليب باش كي حايد لنا الزفار ديال البيض وغادي نشك من الفوق غادي نقادهم او اللي نزوقهم درت ليهم هنه زيتونا وشوية ديال القزبر او اللي المعدنوس وغادي ندير لهم شوية ديال زنجلان الابيض مع السانوج غن دخلهم حتى كيتحمروا ويدهب اللون ديالهم من الفوق ومن التحت فالفران يكون سخون وهذا هو شكل ديالهم كيجيوا رائعين تحل في باللي هم مختامرين او اللي فيهم نخميرة كتجي العجين ارطبة وكتجي خفيفة وما كيجيوش نهائيا معجنين كتجي الطبقة ديال العجينة ارقيقة والحشوة كتجي فيهم كاملة هذا هو شكل ديالهم كيجيوا اكتر من رائعين انتمنى تجربهم وقولوا لي في التعاليق الى جربتهم كيف اججوكم غن دوزوا مباشرة للفطيرة التانية اولا المملحة التانية اللي غتكون فطائر سائلة اللي بيدون دلك اولا مجهود غنحتاج لها في المقادر جوج ديال البيضات بحرارة الغرفة ربع كاس ديال زيت الزيتون كاس ديال الحليب السائل اولا ملعقة اللي نزيدوها الماء ديال الحليب غبرة كيف مدرت انا غنحتاج خميرة ديال الخبز الصاشية ديال الخميرة ديال الحلوة بودرة التوم وشوية ديال الزعتر وملعقة صغيرة ديال السكر سانيدة باش كي يجيونها محمرين كاس ديال الياغور طبيعي غنخلط هاد المكونات مزيان مزيان حتى كي نساجموا مع بعضياتهم وغد نبدأ نضيف الدقيق تدريجيا وانا كنخلط بالنسبة للدقيق درت هنا ثلاثة ديال الكووس درت الكأس الأول وضفت الكأس ثاني ودابا هاد الكأس ثالث غننبدأ نضيفوه تدريجيا هادا هو الشكل ديال العاجين كيفاش خصو يكون غد نغطيه ونخليه احتكي يختامر ويدضاعف الحجم دياله وغد ندوز باش نوجد الحشوة بالنسبة للحشوة غن نحتاج لها هنا بصلة اللي مشالدة وكذلك الفلفلة حمراء وفلفلة خضراء ودائما كيف مما كان نقول لكم الحشوة كتبقى مقترحة ممكن تخدموا باي حشوة مقترحة عندكم غد ناخد هاد ليمول كيف مما كانت شوفو وغد ندهنهم بشوية ديال الزيت وغرش عليهم اما السميدة او اللي الفينو من التحت باش كي جيونا مقرمشين وف هاد الاتناء اراه الفران حطيتو باش كي سخن مزيان مزيان ما خستكمش نهائيا تخليوهم والفران ما شاعج حينت غدي يفيدو لكم وغدي يختامروا يعني الفران يكون سخون عديرو هاد المرحلة غدي نكب هنا وما تكونش العاجين يعني يطالع بزاف باش ما كيفيدوش لكم في الفران تكون غير مثلا الربوع ديال هاد ليمول ماشيتا من نص وغدي ندير هادك الحشواء غنضيف شوية ديال بطون وضفت هنا الزيت والاسود والاخضر وغدي ندخلهم مباشرة باش كي يتحمروا حتى كي يدهب اللون ديالهم من تحته من الفوق وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا كي جيو خفافين كي جيو فشفشين وقطنيين والماداق ما نقولش لكم على الماداق ديالهم ورائحة ديالهم كما قلت لكم انا قدرتهم بالطون ممكن تديرهم بالكفتة او لا باي حاجة اللي متوفرة عندكم كان هدا هو الشكل ديالهم ضروري غنشارك معاكم الشكل ديالهم من الداخل باش يعني الميس داقية ديال الوصفة دكشي غيش قلت لكم البنات دهنوهم مزيان هاد ليمول ومن بعد رشوهم باش ما كيلتاسكوش لكم من نتبوت حيدوهم هدا هو الشكل ديالهم كيجيون فشفشين وقطنيين كنت منا يعجبوكم كذلك إلي عجبوكم وجربتوهم خليوا لي التعاليق ديالكم كيف اشجوكم كيجيوه شاشين وإلى بقوا عندكم مرم اللي كتسخنوهم كيرجعوا بحلي الله طيبتوهم وغندوزوا الفطيرة التالتة اللي كتجي أكتر من رائعة هاد الفطيرة العائلية اللي كتجي روعة في الماداق ديالها ولا الشكل ديالها غنحتاج لها كأسين ديال الحليب دافي ملح والبيض ديال البيضة والصافار غنخلو باش ندهنو بيه وملعقة ديال السكر باش كيجي جينا محمرة ربع كاس ديال الزيت خميرة ديال الخبز والضاقيق غيكون على حسب الخالات تدريجيا وبالنسبة للعاجين هادي خصة تكون شوية خفيفة يعني ما تكونش نهائيا قاسحة باش الفطيرة كجينا وشو كجينا خفيفة غنعجينها مزيان كيف ممكن تشوفوا العجينة خصة شوية تكون خفيفة غندهنها بشوية ديال الزيت وغادي نخليها تختامر ويضاعف الحجم ديالها مزيان مزيان إليك هالجو مثلا بارد حطه تحت منها غير مقلة فيها المدافي وراها تضغية غتختامر وغادي ندوزو الحشوة بالنسبة للحشوة غادي نحتاج هنا بصلة لمشالدة قرعة الخضرة اللي احتا هي غادي نحكها فلفلة غنقطعها الملفوف احتا هو صدر ديال 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 غنطحنه وشوية ديال الزيت شوية ديال تحميرة شوية ديال البزار يعني التوابل اللي دائما كان نعتامدوها في الحشوة ديالنا شوية ديال الخرقوم البلدي شوية ديال القزبرون مع دنوس وصلصة طماطم ممكن تديرو ما طيشت الحك وهنا صوصوية كتبقى اختيارية الفروماس وديال موزاريلا او للأحمر او اللي ديال صوندويش لكم الاختيار غادي نطيب الحشوة ونخليها تبرد وغادي ندوز من بعد مختامرات هاد الفطيرة غناخدها وغادي نسرحها لشكل دائري وغادي نديرها في هاد المقلل اللي عندي انا ديال اللي مسمن ممكن ديروا اي مول اللي متوفر عندكم وبالنسبة اللي عاجين حاولوا انكم تقسموها بالتساوي يعني غنديرو جوج كويرات اللي غنسرحوهم الكورة الاولى وغادي ندير الحشوة ومن بعد غادي ندير الكورة التانية نسرحها بالزيت ونحطها فوق الحشوة ونسدها مزيان من الجوانب هنا درت كاس وبديت كان طراصي بالموس نحاول انني ما نهبطش تحت غير من الفوق طراصيتهم هاد الاشكال دي المتلاتات ومن بعد تغط عليهم بايدي باش كتعطيني اشكل زويل لهات الفطيرة غنزين بالزيتون الاسود كيف ما كتشوفو الفيديو راشارح نفسه المراحل وغادي نزوقها كذلك بشوية دي الزيتون الاخضر وممكن غير يعني ترشوها من الفوق بزنجلان او لا الى ما توفرش لكم وندخل هالفران بطبيعة الحال فران راسخون من قبل ندخل البنات كيفاش كتجي را كتجي اكتر من رائعة مع واحد البرات دي الاتاي يا سلام كتجي شهو منها الى وصلتي احتل هنا في الفيديو ما تبخليش عليا بلايك دابة هبطي ديري لايك لايك هي اللي كتفرحني وهي اللي كتخلي الفيديو يزيد يطلع ويشوفو الناس خرين شكرا على الدعم ديالكم على المساندة ديالكم الى كنتوا اول مرة كتشوفي الفيديو ديالي واول مرة كتشاهدي القناة كنقول لك مرحبا والف مرحبا اشتركوا في القناة وفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الوصفات ما تبخلوش عليا بالبرتاج ديال الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل الفائدة الى فيديو قادم والى وصفة قادمة باذن الله